وأول عمل يقوم به عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه أنه يقضي على الدجال ويواجهه فأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال فبعد نزول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون الدجال إفقاه هذه المسائل يعني الدجال سيكون هناك وعيسى بن مريم سينزل عند المنارة الشرقية دمشق صلوات الله وسلامه عليه ويذهب إلى المسيح الدجال والمسيح الدجال سيكون في ذاك الوقت محاصرا عصابة جماعة من المسلمين فيأمرهم عيسى بفتح الباب كما في سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب فيفتحون الباب ويكون الدجال وراء الباب قال ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي انتبهوا لهذه العبارة في الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام معه سبعون ألف يهودي يعني معظم أدباء الدجال من اليهود اليهود لعائن الله عليهم تطرى إلى يوم الدين في الحقيقة هم طائفة خبيثة موجودة على ظهر هذه الأرض الأمة تعاني منهم خاصة شعب فلسطين يعانون من اليهود أسأل الله عز وجل أن ينصر هؤلاء المسلمين في هذه الديار على هؤلاء اليهود شوف معه يعني مع الدجال يتبعه سبعون ألف يهودي كله ذو سيف فإذا نظر إليه الدجال عندما الدجال يرى المسيح عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء وينطلقها ربا ولكن عيسى لا يدركه لا يتركه صلوات الله وسلامه عليه بل يدركه قال فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله عندئذ يهزم الله اليهود وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى واعلموا أيها اليهود أنكم عندما تتبعون الدجال لن تنجوا بذلك وإنما ستقتلون بعد قتله لأن عيسى صلوات الله وسلامه عليه وهو النبي الذي ينزل في نهاية الزمان سيقوم بقتل المسيح الدجال في صحيح مسلم هذه كلها حديث صحيحة أنا أسمعكم إياها والله تنشرح لها قلوبنا هو كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه علينا أن نصدقه وأن نأخذ به وأن نتعلم منه لأن هذه أمور ستكون في نهاية الزمان ولا ندري متى يكون الله أعلم ولذلك أذكر دائما بأن نتعلم مثل ذلك وأن نعلمه لأبنائنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أخبر عن نزول عيسى بن مريم وصلاته بالمؤمنين ثم قال انتبهوا لذلك فإذا رآه عدو الله يعني من؟ المسيح الدجال إذا رأى عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته صلوات الله وسلامه عليه طيب عيسى إذن سيقضي على الدجال وهنا سؤال ما مهمة عيسى عليه السلام بعد القضاء على الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوز عيسى بن مريم كما سبق سيقضي على الدجال وفتنته عندئذ يخرج يأجوج ومأجوز في زمانه فيبسدون في الأرض إفسادا عظيما فيدع عيسى ربه وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لعيسى ويصبحون موتا لا يبقى منهم أحد وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها عيسى بن مريم سأل في ناية الزمان طب يسأل سائل ما هي المهمة هل ينزل كنبي ورسول قلنا لا ولذلك من كذب بهذه الأحاديث كذب لعدم فهمه نقول له قول النبي على السلام لا نبي بعد حق وعيسى عليه السلام عندما ينزل سيكون فردا تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام لن ينزل كنبي أو رسول حاشا وكل فلا نبي بعد الهدى بعد نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه بل سيحكم شريعة الإسلام ويخضي على المبادئ الضلة والأديان المنحرفة كما في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليو شكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ماذا يفعل ابن مريم عندما ينزل ما هي مهمته انتبهوا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلامي وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه أبو هريرة والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم أفو أحديث في غاية الصحة يقول ليو شكننا أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجد الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها في ذاك الوقت ونبع السنة ما ترك شيء إلا بلغنا إياه هذه كلها أحاديث صحيحة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما وقد ثبتت صحتها فخذوا بها يا أهل الإيمان ولا تنتبهوا إلى مغالطين أو مخالفين أو كاذبين لهذه الأحاديث في رواية عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله مدكلام جميل من النبي بيقسم النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم بله بربه بالله تبارك وتعالى قال والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليم ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية صلوات الله وسلامه عليه إذن هذا كلام حق هذا كلام مصطفى صلوات الله وسلامه عليه طيب ما الذي نستخلصه من النصوص الواردة في شأن عيسى عليه السلام أولا نستخلص من الدروس أو من الكلام السابق أن عيسى عليه السلام نازل لا محالة في آخر الزمان وهذا حق لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص في ذلك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالتكذيب بنزوله بنزول عيسى عليه السلام في الحقيقة واقع الأمر تكذيب للرسول عيسى عليه السلام في خبره من الذي أخبر النبي أنه سينزل هو النبي عليه الصلاة والسلام فمن كذب بنزول عيسى عليه السلام هو في الحقيقة مكذب لنصوص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخبر النبي حق وصدق النبي عليه السلام لا ينطق عن الهوى ولا يكذب صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه ربه سبحانه وتعالى نزهه عن ذلك ولو كذب ما تركه رب العزة والجلال فكلامه حق وصدق وقد آمن به المؤمنون وصدقه الله تبارك وتعالى عندما لم ينزل في كتابه أو في سنة النبيع السلام خبرا مخالفا لما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه القرآن الكريم أشار إلى أن نزول عيسى عليه السلام حق وصدق وقد ورد ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم منها قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يعني إذن معنى ذلك أو نفهم من قوله يوم القيامة يعني من سيؤمن به سيكون قبل يوم القيامة ويوم القيامة سيكون عيسى عليه السلام شهيدا على أمته ولذلك فإن أبا هريرة لما أرد حديث نزول عيسى حكما عدلا قال في آخره اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إذن نزول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه في نهاية الزمان حق وصدق لا مجالا للكذب فيه أو إنكاره بل هو وارد صحيح عن نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه وهناك آيات تشير إلى ذلك كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وعيسى عليه السلام حي في السماء الآن رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء وقد كذب بعض الناس بذلك ولذلك شيخنا الدكتور خليل هارس رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما خرجت هذه الطائفة قبل ما يزيد عن ثلاثين سنة ألف كتابا في عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه كتير سماه فصل المقال في نزول عيسى عليه في رفع عيسى عيسى محيا ونزوله وقتله المسيح الدجال هذا كتاب من أرع ما يكون كتبه شيخنا رحمة الله تعالى عليه فصل المقال في رفع عيسى عليه السلام حيا مصداقا لقول لا تبار رفعه الله إلي إذن سيرفع عيسى عليه السلام في نهاية الزمان سيرفع عيسى رفع الله وتبارك وتعيسى عليه السلام ثم ينزله بعد ذلك في آخر الزمان ليقضي على المسيح الدجال وعندما ينزل لن يكون نبيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما سيكون تابعا لشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نقول بإن من الفوائد التي نستخلصها من قصة عيسى عليه السلام ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القرآن إذن تابعوا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الدروس المستفادة من قصة عيسى عليه السلام أنه يقضي على جميع الأديان موجود اليهودية الآن والنصرانية وغير ذلك من أديان باطلة كلها باطلة عيسى عليه السلام عندما ينزل سيقضي على جميع هذه الأديان ولا يقبل من أحد إلا الإسلام ولذلك الدليل على أنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام وأنه سيقضي على كل الأديان أنه سيكسر الصليم وهو رمز النصراني المخرف اليوم النصارى عندما يقيمون معبدا أو كنيسة يرفعون عليها الصليم وهذا باطل لماذا؟ لهم يعتقدون أن عيسى قتل وصلب صلوات الله وسلامه عليه وهذا باطل ليس له من الحق نصيم فعيسى على السلام عندما سينزل سيكسر الصليم ويقتل الخنزية الذي حرمه الإسلام الإسلام حرم علينا نحن نأكل لحمة الخنزية ويضع الجزية فلا يقبل من اليهود والنصارى الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم بإسناد صحيح يرفعه أن نبيع الصامة قال فيقاتل الناس على الإسلام يعني عيسى بن مريم فيدق الصليم ويقتل الخنزية ويضع الجزية ويهرق الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام وهذا رحمة وفضل ونعمة وهذه بشريات لأهل الإسلام أن دينكم هو الدين الخاتم الذي حتى عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه عندما سينزل سيكون تابعا لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا من الدروس المستفادة عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام عموم الرخاء وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان وقد أخبرت النصوص التي ذكرت بعضها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت والأمن العظيم الذي يكرم الله به العبادة في تلك الأيام وكيف ترفع الشحناء والتباغض بين الناس ويجتمع البشر جميعا على كلمة الله تبارك وتعالى ومن النصوص التي تحدثت عن ذلك حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقصطا يدق الصليب ويذبح الخنزية ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شات ولا بعير لماذا؟ لماذا لا يركب؟ لا عدم الحاجة إلى ذلك قال فلا يسعى على شات ولا بعير وترفع الشحناء والتباغد وتنزع حمة كل ذات حمة يعني العقارب والحيات التي كانت بتلدغ الناس في زماننا أو أزماننا هذه لن يكون لها هذا الأمر في نهاية الزمان حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتضر الوليدة الأسد الوليدة الصغيرة الطفلة تضر الأسد لا يستطيع أن يفعل لها شيء قال النبي أسلام فلا يضرها ويكون الذئب في الغلم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله إذن لن تقوم الساعة حتى يقال الله الله ولا يعبد إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه